منذ وصوله إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية يولي البابا فرنسيس اهتماماً خاصاً للحوار مع الأديان خاصةً مع الدين الإسلامي وسيقوم بزيارة بمملكة البحرين أولاً لزيارة المملكة ولقاء مليكها بالإضافة إلى المشاركة بمنتدى الشرق والغرب والصلاة من أجل الأخوة الإنسانية في العالم خاصةً في هذه الأوقات العصيبة الزيارة ستكون تحت شعار الحوار سأشارك في الواقع في منتدى يتمحور حول ضرورة أن يلتقي الشرق والغرب بشكل أكبر من أجل تعايش البشري وسأحضر بفرصة التحدث مع رجال الدين خاصةً للمسلمين أطلب من الجميع مرافقتي بالصلاة كي يكون كل لقاء وحدة فرصة مثمرة لندعم بسم الله قضية الأخوة والسلام التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات بعد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي في فبراير من العام 2019 أصدر البابا فرنسيس رسالة الأخوة الإنسانية للتأكيد على عمق العلاقات الإنسانية بين البشر بمختلف معتقداتهم وأديانهم وستكون زيارة البحرين فرصة هامة لتعميق أواصر العلاقات الإنسانية والتأكيد عليها الزيارة إلى البحرين مهمة هي خطوة جديدة على طريق الحوار بين الأديان خاصةً بين المسيحيين والمسلمين وتأتي في سياق إعلان وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي وبعد لسالة البابا جميعنا إخوة عماد الأطرش سكاينوز عربية الباتيكان